سعيد يا وقتكم جميعا من اي مكان وباي وقتا متابعوني فيه وتحية كبيرة كتير طالع من نص السويد لون رح توصل هلا بنشوف متل العادة رمضان مبارك عليكم وان شاء الله صيامكم مقبول وزنبكم مغفور رحبلش معكم بتنظيف الجاجة طبعا انا تاني يوم رمضان كنتم قرر اني اعمل فروج مسحة طبعا بما انه عطلة والولاد معطلين فالحمد الله بيفيقوني من وش الصبح طبعا مغعانات اغلب الامهات اكيد فيه كتار مثلي فسحيت من الصبح قلت يا بنت بلشي استغلي هاليوم بما انك فايقة وفايقة مجبرن اخاكة لا بطل فساوي لك كم شغلة مفيدة وضي لك كم قصة من الصبح فطلعت هالجاجة قلت لان نظفها وجهزها للوفتور بما انه فيه وقت طويل وما جهزت انا قبلي بيوم فقلت بتنقع وبتغب النكهة على بكير اطيب بتطلع فنظفت الجاجة متل ما لكم شايفين شلت الزوايط انا بنظفها كمان اوقات بالشفرة الملعقية مثلا وصخ الجلد وفيه كتير وبراء فبنطفه بالشفرة وحتى قلبه بنطفه بالشفرة وبأسقص كل الزوايط كتير كتير يعني هالطريقة بحسة ظريفة بتقشط لي الجاجة قشط كله يعته وبعده ببلش بقى بنقعب شوية خل بحط دلق وقعت شوية كركم ليمون قشر ليمون ياللي موجود عندي حسب المتوفر بقى بنقعب وبتركه هيك شغلة نصف عبس بينات ما ضبضي بحواليي وبعده ببلش بكمل شغل فيه طبعا اليوم هاد الفيديو هو اول فيديو بينزل عن مسابقاتنا برمضان ولحننزل اليوم اول مسابقة رح تنزل بقناتي طبعا بتمنى انه انتو تشتركوا تخلوا اهلكون رعيبينكم رفقاتكم خلي الكل يشارك مشان تديد فرصتكم بالربح طبعا اي مسابقة بتنزل بتقدروا كلكون تشاركوا فيها ما في اي شروط المسابقة غير انكم بس تعملوا اشتراك او تتابعوا صفحة الفيسبوك والانستجرام واكيدوا تكونوا موجودين هون عنا بقناة اليوتيوب الجائزة رح تكون جائزتين قررت رح تكون جائزة بقيمة 100 دولار هي الجائزة الكبيرة اذا كنتوا بسوريا او كنتوا حابين تعطوا لأهلكون بسوريا اكيد ما في مشكلة اذا كنتوا بأي دولة عربية او اجنبية بتقدروا تستلموها مني عن طريق البيستر يونيو او عن طريق البيبال والجائزة التانية هي عبارة عمية الفليرة سورية هلأ هون بلشت اعمال تتبيلة تبع الفروج المسحب حطيت كاسة صغيرة زيت زيتون طبعا زيت الزيتون اساسي بتنعمل فقط بزيت الزيتون وتطلع اطيب معلقتين شطة او دبس الفليفلي ومعلقتين دبس بندورة او اللي هي اسمها معجون الطماطم كتير في بنات بيقولوا شو هو دبس البندورة هو نفسه معجون الطماطم بحط تقريبا معلقتين كبار بضيف عصير ليمونة طبعا عصير ليمون فيكو نتحطوا نصف ليمونة اذا بتحبو لعكن هي لمسحة بنوعا ما نكهتوا فيها حموضة يعني فلذلك انا بفضل اني حط ليمونة كاملة كمان في نقطة انه فيه ليمون اوقات بتجي انواعه اللهم اصلي عن النبي حامض الزيادة فكمان حاولت انتبهوا لهالنقطة بالنسبة للي فضل انا يكون الحموضة طبعا ظاهرة وبحسه اطيب هيكو لكن فيكن تكتفو بنص حبة هلا بعد ما اضفت عصير الليمون حطيت لها الملح عندي هاد الفلفلة حمرة بس حدة كتير كتير هلا هون عندي التوم تقريبا حوالي السبع او فصوص توم لحضيفهم اهرسون وضيفهم فوقه طبعا انا المسحة بتعلمته من خالتي اول مرة دقته كانت يمكن انصف سابع سابط لنا ياه يعني كان رهيب على ادمانه طيب هون بنفس الكاسة اللي حطت فيها زيت الزيتون حطت فيها مي حاولت يكون شوية دافية المي مشان يطلع اقتر الزيت من الكاسة وخلطتهم مع بعض التتبيلة جهزتهم هلا هون انا بدي جيب الجاجة وبدي دقدقة شوي بهي السكين اذا متذكرين بطريقة البروستيد انا كمان البروستيد دقيته بهي السكين وبدي نفس الطريقة بدقدقوا شوي هاي السكين عندي الى سنان فبتعملي شقوق كتير كتير صغيرة بالجاجة فبتفوت التتبيلة كمان بتضغلغل بقلب اللحم تبع الدجاج وكمان الدجاج هيك بيطرى بيطرى اكتر عالدداء فانا بفضل يعني اني اعمل هيك بس فيكم ما تعملوا هاي الخطوة فيكن بالسكينة او بعودة او اي شي بتعملوا لايك ثقوب صغيرة بتحاولوا تبعدوا كمان الجلد عن اللحم شوي مشان يفوت انفوت التتبيلة فيه وبعدها بتغلفوا بالتتبيلة كل ياتها مع بعضا بدي لكم بس المسابقة انا هلا بس يصرلي في مجال خلال الفيديو لح اطراح لكم السؤال ومتل ما خبرتكم بالنسبة للمسابقة المسابقة كتير بسيطة وسهلة والاشتراك فيها كتير بسيط لحط لكم رابط هاد الموقع بس بتفوتوا بتحطوا الاجابة الصحيحة واسمكم ورقم بلدكم مع الرمز سواء كان اكيد هو رازم يكون رقمه بالندي حكي معكم على الوقت وهيك بس فقط لغير القراءة لح تكون عن طريق الكمبيوتر لح نزل الفائز بستوري على الانستجرام وطبعا لح احكي هون باليوتيوب اسم الفائز ممكن نزله بالمشاركة يعني ممكن نزله مع صورة للاسم هلا هون بعد ما صارت عندي جازة تتبيلة لح قتلك على جنب بقت النقع لوقت ما يصير الفطور قبل بساعتين بدخله بشوية بالفرن هلا بدي جاهز عصير التمر هندي طبعا اكيد يعني هذا من العصائر الاساسية عندنا عياءه على صفرة رمضان عندي هون تقريبا ربع كيلو بتطلع هاي القطعة حتى يطلع لتر مي وانا بفضل اني اغلية على الغاز بفضل اني اغلي التمر هندي على الغاز في كتير ناس ما بتغلي بتنقعه بس بمي سخنة لأ انا تعودت تعلمت من بابا كان يعملنا هو عصير التمر هندي فبحطه على الغاز يغلي شوي يفضل يعني بيتعقم اكتر وبعدين منعصره بس برد هلا هون بينات ما يصير التمر هندي لتلع اعمل لهم شوية معروك بما انه اول رمضان هو المعروك من الاكلات الاساسية واللي مرتبطة بشهر رمضان فهون نخلت خمس كاسات طحين تقدروا تستخدموا الاكواب المعيارية بالعيار طبعا لطحين انا استخدمت الكوب العادي حجم متوسط السؤال طبعا المسابقة هو من هي الملقبة بذات النطاقين في الاسلام سؤال كتير بسيط ولحطت لكم الرابط طبعا المسابقة تحت مثل ما خبرتكم بس ادخلوا حطوا الايجابة الصحيحة والمعلومات الصحيحة بشكل كامل هلا في الخطوة الثانية اللي بدي احمل انا مثل تخمير سريع للمعروك عندي هون كوبين حليب دافي او فيكون موي طبعا انا بعجينة المعروك طبعا بالعادة بضيف عليها حليب بودرة لكن هالمرة استخدمت الحليب العادي حطيت معلقتين خميرة وثلاث معالق كبار سكر وثلاث معالق طحين منعيار الطحين الخمس كاسات اللي نخلتون بخلطون مع بعض بخليون يتخمروا على جنب هاد بنسميته خمير سريع حطيت ثلاثة ارباع الكاسة سكر نصف كاسة زيت نباتي ونصف كاسة لبن رايب وحبت بيض هدول مبدئيا لحنضيفهم فوق بعض ونخلطون انا بالعادة انتلكون انا بتضيف حليب بودرة حوالي خمس معالق الى السبع معالق على الحسب المتوفر عندي لكن هالمرة أنا ما اضفت حليب بودرة لو أنه عندي بس في كثير سبايا بيسالوني فيني ما اضيف حليب بودرة بيظبت فلذلك أنا عملته بحليب عادي بتقدروا نستخدمو الحليب العادي بدال الحليب البودرة اذا بتحبو فيكون تستخدمو المي seisة موضيفهاaaaa بدا حليب بودرة بس بتطلع اطيب بتطلع اطيب وقلز هلا هون بعد ما خلطتهم مع بعض المكونات بضيف خليط التخمير تبع الحليب والخميرة والسكر بضيفه فوقهم وبرجع بخليهم يكملوا عجن طبعا انا لحضف لهم كمان شوية حليب مقدار نصف كاسة صغيرة لحياخدوا معي كمان بشكل اضافي لحتى تاخد العجين حاجته فهاي بتكون يعني هاي الشغلة بتكون تقدروها تأدير يعني تقريبا انا ضفت كاسة صغيرة بس انتم حاولوا تتابوا ممكن تحتاجوا اقل وممكن تحتاجوا اكتر على حسب العجينة معكم العجينة شوي بتكون بتلزة يعني مشان تكونوا بالصورة هلا بس انا شيلها من الطجونة تبع العجانة لحكون دهنة زيت نباتي بقلب الطجونة وكمان ايدي هلا بس تخلص انا بضيف معلقة سمنة للتنعين فيكم نضيفها قبل وفيكم نضيفها بعد وهون عندي المحلب حتى تقريبا معلقة صغيرة معرمة مليانة المفروض انا كنضيفه معلقة لطحين بس ما كان في عندي فنزل ابني جبلي من المحل اللي جنبي لهيك ضفته اخر شي مع السمنة وعجنتهم كتير كتير مليح على فكرة انا كتير عجنتهم طبعا العجانة اختراع فظيع لازم لازم يا جماعة اذا في عنكم قدرة وما في معنكم مجال لازم تجيبوها رهيبة قديش بيطلع العجين فيها رائع يعني لما ينعجن وياخد حقه بالعجن كتير كتير بيطلع ممتاز يعني رهيبة والله كتير كتير يعني من الادوات الاساسية بالمطبخ بالذات لما تكون نوعيتها جيدة يعني رهيبة بيطلع العجين قديش معجون فيها قوام وملمس العجينة كتير بيطلع رائع هلا سترك العجينة تتخمر الصراحة ستركها تتخمر تاخد وقتها يمكن انا تركتها تتخمر عجينة المعروك حوالي 6-7 ساعات على فكرة بعدين بلشت فيها الشغل هلا هون التمر هندي صار عندي غلى وفرط على بعضه بحطه بمصفايا نامي متل ما لكم شايفينه ببليش بقى بزيد عليه شوية مي بمعكو بإيديلي وعصوره لحتى يطلع منه كل العصير طبعا بتحاولوا ما تكتروا مي وانتو عم تعصروا تعصروا على مهلكون لان اذا زودتوا كتير مي ممكن يطلع مريء كتير يعني ما بيطلع فيه طعم فحاولوا ما تكتروا مشان يضل قواموا ممنيح ما يطلع كتير مريء اذا حسيتوا كتير تقيل بعض العصر فيكن ازيدوا شوية مي اكيد طبعا بتديدوا هيك لحد ما يطلع معكم هيك التفل مثل ما تكون شايفين شايفين التفل الوصخ تبع التمرهن دي عد كلياته بن نرميه انا حطيت لهم كاسة سكر وحركتهم مع بعض لحد ما داب السكر تمام بعدين نحطهم انا بيهي الانينة تبع الكولا طبعا انا غاسلتها بصفيهم كمان نرد مرة تانية لانو بيضل في شوائب التمرهندي بيطلع له شوائب كتير فبصفيهم هاي التصفاية الاخيرة وانا عم عبيهم بالانينة وحطهم بالبراد لوقت اللفطور بقى بيكونوا جاهزين فورا انا عبيهم بالبريق وبجهزهم على الصفرة بيكونوا خالصين هيك بيكون افضل يعني بالنسبة لالي واريح لي هلا رح بلش جهز الفروج المسحب وحطه بقلب الصينية الخضرة اللي بدي ضيفها مع الفروج المسحب عندي بطاطا مقطعه جزار وحضيف كم سنتون وعندي بصلي صغيرة اللي كمان لحقطعه وضيفه عليهم وحضيف عليهم كمان نصف ليمونة مقطعه طبعا بتقدروا تستغنوا عنها لكن انا كتير بحس طعمتها طيبة معه وانا باكل يعني باكلها حتا ناكل اللي بتبع الليمونة مع المسحب وحط الفروج فوقهم بفردو وبضيف الصوس طبع التتبيلة كل ياتو كمان بنزلو فوق الجاجة الخضرة ما بتضيف لأي شي ولا بتبالها بأي شي بتغب نكه من التتبيلة ومن الجاج ومن كل شي عرفتو ما في داعي لا تحطو لها ملح ولا تحطو لأي شي طبعا من قتر التتبيلة حتا شوية موي بقلب الطاجونة وضفتها فوقهم ما بدي كتير موي يعني بيطلعوا تقريبا كاسة صغيرة هاتو للي ضفتهم بحاول هيك ادهنة بحاول وزع كل شي بشكل كتير منيح وبتكون عندي جاهزة بدخلة على الفرن انا بحطة بالفرن على الحرارة ميتين وعشرين وبغطيها بورقة الاصدير في كون تحطو على ساعة واحدة تحطو على ميتين وعشرين ميتين وتلعتين ميتين واربعين يعني انا لانه يعني الكهربة عندي موجودة وما لي مستعجلة فقلت بدخلة خليها على مهلم على مهلم طبعا بتتنغنغ كتير يعني هيك بتدوب دوابان لما تدخل وتتغلف بالاصدير وبعد ما تدخلة تقريبا ساعتين او ساعة ونص على حسب انا بشيل ورق الاصدير وبخليها تتحمر الوش تبعا بتكون هي مستوية طبعا بس بده تحطو هلا هون بدي جاهز حشوة المعروك انا دائما بجيب من هاد التمر لما بدي اعمل معمول للعيد او اذا بدي اعمل المعروك كمان بجيب هاد التمر بنطفو بشيل منه البزري وبشيل منه الوسخة تبعو بساوي الكميه طبعا اللي بدي اياها بحطة عليها المعلقة صغيرة سمنة او فيه ناس بتحب تحط له زيت وبدخله عن ميكرو ويف او بتكون بالفرن بتدخله كم ثانية وبطلعو بحركو بالمعلقة هيك فورا بتلاقون معها كوتوري مع بعضو صار متل ما لكم شايفين متل مرات هلا هون عندي العجين طبعا المعروك صار جاهز طبعا على فكرة العجين عندي كتير كتير نفش وطلع من قلب العلبة انا رجعت خليطه يحمد على بعضه ورجع نفش مرة تانية متل ما لكم شايفين فهون ببلش بقطع العجين بشكل على كيفي طبعا هون انا عم بعمل يعني التشكيل على فكرة سريع والمعروك عم بعمله بشكل سريع يعني بالفيديو بس حبيت شاركو يعني هيك بالاجواء وكيف كنت عم بشتغل بهالنهار وشو عملت لكن انتو بتقدوا اكيد اتنوعوا بالاشكال والتشكيل تبع المعروك ان شاء الله لحن نزل لكم طريقة فيديو تاني عن طريقة المعروك بس يكون يعني اوضح حشوي اذا بتحبوه اكتبوا لي انتو بالكومنتات وانا بشوف يعني طبعا شكلتون عملت بتمر وعملت بالشوكولة وكمان عملت سادة في ناس بتعمل بجوز الهند في كتير يعني حشوات بنوعة في ناس بتحشيه جوز الهند وزبيب مع بعض يعني على حسب انتو شو بتفضله نحن عندي ببيب البيت جوز الهند ابدا ما بياقلوا وما بحبوها لذلك ابدا ما بساوية يعني ايا اللي بفضله اكتر شي بساوي عنا دائما المعروك اساسي بشهر رمضان ودائما كلمة معروك دائما يعني مربططة بأكل الملوك وهي اكتر جملة بتسمعوها من بيعين المعروك خصوصي بشهر رمضان فيعني هو من الاكلات اللي كتير كتير طيبة بتحسوا جو رمضان ما بيكمل بلع لما كنا بسوريا كان بابا دائما دائما كل يوم برمضان لما يرجع عالبيت كان يجيب لنا كيس فيه معروك تازا وكاني دائما يجيب لنا حلويات رمضانية مثلا ورباطة باشطة حلوة الجبن نمورة دائما يعني هدول بشكل يومي كان يجيب لنا طبعا مكميات كبيرة بس كان بشكل يومي يجيب لنا منه فسبحان الله انا هي الاكلات يعني كتير كتير بتحسسني بجو رمضان حتى التمر هندي كان بابا يعصر لنا برمضان كل رمضان بشكل شبه يومي كان يساوي لنا ماما كانت تغليه وتجهزه وكان هو يعصر لنا ويساوي لنا يوم ففيه شغلات يعني انا لما كنت ببيت اهلي كنا كتير نعمله فبتحسسني بجو رمضان فالليزالك انا بحب ساوية ببيتي هلاوان بالغربة ما في عنا معروك والصراحة انا شفت الجاهز هون جربت يعني حسنت اللي انا بعمله بالبيت اطيب بكتير ما في نسبة فالليزالك بفضل خلص بحب اعمله بالبيت وبحسه بالبيت ألز يعني بيطلع طيب وريحته بالبيت بتغري في القلب فبحسه كتير يعني حلو هك جوه حلو ريحته حلوة بتحسسني هاي القصص كلها بيجو رمضان فأنا بحب يعني الشغلات الزكريات تبع اللي كنت عيشة ببيت اهلي وهي هيك اللحظات الحلوة بحب ساوية والولاد يعيشوه ببيتي يعني والادي هيك تضل عندهم ذكريات حلوة عن شهر رمضان ويضلوا يتذكروه هلا هون لحق دهن المعروك سفار البيت حتى تطلو شوية حليب ورشة نس كافي وطبعا متقدر ترشوه حبة البركة وسمسم خليتهم يتخمروا نص صعب الفرم لحد مع الضاعف حجمهم وبعدين خبستهم عن حرارة 250 طبعا هون ابني كان عم يستناني يجوعان ابني اللي صغير بدي أكل واحدة فأخدتها بس بدي يصورها شوي فإلا نزعلي اللقطة فكتير العجينة طيبة ورهيبة عن جد بتشهي بتشهي كتير طيبة إن شاء الله لح نزل لكم ياها للطريقة ولح نزل لكم طريقتي بتخمير المعروك بالمرحلة الثانية قبل ما أشوي بالفرن لازم لازم فرجيكم كيف بخمروا بالتفصيل هاي طريقة التخمير كتير بتلعب دور بهشاشة المعروك بيطلع رهيب جدا وبس والله هيك كانت النتيجة النهائية للمعروك وبتمنى يعني انكم تجربوا طبعا في صبايا كتير حاكني على انستجرام طبقوا المعروك الفورا من أول يوم يعني حتى سفقوني بالتطبيق وكان كتير طيب معه هلا لمسحب عندي صار جاهز يا جماعة رح طلعوا لحشلوا ورق الأصدير من عليه ورح أرجع دخلوا على الفرن لحتى يتحمر بتخلوا على الحرارة 200-230 لا تخلوا على أقوى حرارة لأن اذا خليتوا على أقوى حرارة بالفرن نحيبلش يتحروق شوي مثلا من عند الجوانح بتلاقوا تحروق زيادة وبالنسبة للخضرة اللي بتكون تحطوها تحت الجاجة بتقدروا تضيفوا أي نوع خضرة على فكرة لا تتقيدوا أبدا بشيلي أنا بحطوا ولا تتقيدوا بالشيلي بتحطو المحلات اعملوا الشيلي انتو بتشوفوه مناسب حتى بالتتبيلة حتى بالشوي بكل شي دائما اشتاوي الشيلي انتو بتحسوه أزبط يعني وأنجح هلا هون أنا عم جهز لن الفتوش طبعا ساويت البقلة نقيتها وساويت الخيس وطبعا ابني هون عم يتغلظ علي وأنا عم بشتغيل وعم جهز الأكل بيكون دا أخلقه وآخر الوقت وأنا طول الوقت بالمطبع فبيبالش يشتغل فيه بدل ما يفوت يلعب بألعابه قطعت طبعا خيار بندورة بضيف أنا بصل جوانح ووقات إذا عندي فجل بضيف فيه ناس بضيف بقدونس للفتوش أنا ما بحبه أبدا مع البقدونس وما بفضله يعني فيه بحب بضيف فلافلة ما بفزق انتلكون بضيف فجل كمان بضيف زيتون كتير بيطلع طيب الزيتون كمان مع الفتوش أنا بالنسبة لقلي كتير بحبه وهون كلها جاهزة صار عندي الفتوش لح قطع شوية الخبز وبحاول أنا دائما بحب قطعهم بهذا الشكل الطولي لزينة بحس شكله بيطلع أحلى ولحق لي الخبز طبعا عندي الفتوش بس بقيبالدوتا تبيل هلا هون عندي بطاطا مسلوقة حبة صغيرة هي والماء تبع الماء تبع تقريبا مقدار ربع فنجان خليني يقولوا أنا ما بكتر له ماء كل ما كترت ومالح تحتاجه زيت أكتر رح تحصل عكمية أكتر من الميونيز أضيف عليهم سنتون معلقة صغيرة ملح أو ربع معلقة صغيرة ملح وبيض بيضة أضربهم كلاتهم مع بعض بالخلاط وبعدين أبلش نزل عليهم الزيت النباتي حمض الليمون أو عصير الليمون في ناس بحب تضيف عصير الليمون بس أنا ما بفضل ضيف عصير الليمون بشان ما تطلع كتير مريئة عندي أضيف حمض الليمون آخر مرحلة لما يجمد عندي الخليط بضيف حمض الليمون وبيكمل خفق وبعدين خلص بيكون صار عندي جاهز وهون تبلت الفتوش حتى تطلو سماء حتى تطلو بابريكا نعنع يابس توم مهروس خل عصير الليمون ودبسر جمان هدول الأساسيات بالنسبة لي بتتبيلت الفتوش والخبز المقلي وبتكون صارت عندي جاهزة طبعا أنا عملت لهم شوية مقبلات جانبية بس كله صار على الصفرة حتى العصائر حتى تطلونيها على الصفرة كنت حابة صور لكم كل شي بس الصراحة صار في اعتراض يعني وانو صايمين خلص يعني مضرور يتصوري كل شي عندي صارت الفروج المسحب جاهز طبعا كتير كتير طيب رهيب وانا كتير بحب الأكلات اللي فيها هيك سقسقة وفيها مرأة برمضان أي أكلة فيها سقسقة ومرأة كتير بحبها وبحب سعوية بحسها بتفلي القلب وخصوصي لما الواحد يكون صايم طبعا الجاجة فارطة ضايبة دوابان يعني حتى لما سحبتها شوفوا العظمة طلعت لحالة من الفروج والجاجة مثل النار صخنة يعني الصراحة ما عم بقدر اني امسكها وفرجيكم كيف طالعوا وكيف كانت النتيجة النهائية لا إله بدي أرجع أذكركم بالمسابقة لا تنسوا ما تشتركوا عملوا مشاركة للفيديو لرفقاتكم لأهلكم لأخواتكم خلي الكل يكسب فرصته ويشارك كل ما شاركتوا أكتر كل ما تزيد فرصتكم بالربح أكتر هلأ خليني ودعكم وإن شاء الله انتظروني بفيديوهات تانية ومسابقات تانية لايفوتكم بأمانة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة